مرحبا أعزاء الصغار اليوم سنحكي لكم قصة جميلة بعنوان الريش الجميل كان يما كان في مملكة تدعى مملكة الحيوان أين يوجد طاووس صاحب الريش فتان كان يعرف بالتكبر والغرور ففي يوم من الأيام مر الطاووس بمجموعة من الحيوانات ثم نظر إلى ريشه وصح أنا أجمل الحيوانات وعلى جميع الطيور أن تقدم لي الطعام لكن الطيور لم تأبه له حينها التفت الطاووس لنملة تحمل حبة وقال أعطني هذه الحبة أمنحك ريشة جميلة ضحكت النملة باستهزاء وقالت له أنا أفضل القمح أما ريشك الجميل فيهواه الثعلب سار الطاووس إلى الثعلب وقد نسيها أنه أمكر حيوانات الغابة وقال له أعطني قمحا أمنحك ريشي كله لبى الثعلب طلب الطاووس ثم نتف ريشه فصار الطاووس يرتجف عندئذ قال الثعلب إن معيدتي الدافئة ترحب بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر